فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ويتبع غير سبيل المؤمنين كذلك بعد اتباع كتاب الله والسنة رسوله يتبع الإجماع فإن الإجماع أصل من أصول الاستدلال لأن أصول الأدلة الكتاب والسنة والإجماع فبعد الكتاب وبعد السنة يأخذ بما عليه الإجماع فمن خالف إجماع المسلمين فإنه قد ظل ويتبع غير سبيل المؤمنين توعده الله بقوله نوله ما تولى ونصله جهنم وسات مصيرا فإن الله جل وعلا يتركه وظلاله يهيم في الظلال عقوبة له لأنه خالف كتاب الله وخالف سنة رسول الله وخالف إجماع المسلمين ففي هذا دليل على حجية الإجماع وقد استدل الأصوليون بهذه الآية على حجية الإجماع إجماع المسلمين إجماع علماء المسلمين وأن من خالف الإجماع فإنه قد ظل وأنه معرض للوعيد نعم بل قالوا إن من خالف الإجماع يكفر إن من خالف الإجماع نعم فإنه يكفر